اكد سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي همية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحدية الراهنة التي تعيشها المنطقة حاليا لكونه من مرتكزات تحقيق أمن واستقرار المنطقة والأمن القومي العربي ولفت رئيس البرلمان العربي لأن المنطقة العربية تمر بمرحلة بلغة الخطورة والصعوبة تتطلب وحدة الصف والكلمة جاء ذلك خلال ترأسه عمل جلسة البرلمان العربي العامة الثانية من دول عقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث أكد خلالها استعداد البرلمان العربي التام لأن يقود دبلوماسية برلمانية عربية للمساهمة في التوصل إلى حلول سياسية نهائية لتلك الأزمات هذا وقد ناقشت الجلسة مستجدات الأوضاع على الساحة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا والصومال بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات المدرجة على جدوى لأعمال الجلسة وتقارير اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة فضلا عن اعتماد الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية بصيغتها النهائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر